أقر مجلس المعهد العالي للقضاء في اجتماعه بالعاصمة المؤقتة عدن برئاسة وزير العدل القاضي بدر العارضة تحديد يوم الواحد والعشرين من يناير الجاري أول يوم دراسي للدفعة الرابعة والعشرين قسم دراسات تخصصية عليا كما ناقش الاجتماع الذي ضم أعضاء مجلس المعهد بحضور عضو مجلس القضاء الأعلى رئيس لجنة القبول في المعهد القاضي صباح علوان خطة حفل توديع للدفعة الثالثة والعشرين واستقبال الدفعة الرابعة والعشرين وأقر مجلس المعهد المنهج الدراسي مواد ومفردات المستوى الأول لطلبة المعهد العالي للقضاء وتحديد الإساتذة والمحاضرون لطلبة السنة الأولى